إلى الرياض المشتكى على تجاوزات الانتقالي المدعوم من شركتها في التحالف الإمارات ذلك ما تم استنتاجه مما توصلت إليه الحكومة في أحدث اجتماع عقدته عبر الاتصال المرئي برئاسة معين عبد الملك سعيد في ذلك الاجتماع وقفت الحكومة أمام التطورات التي وصفتها بالخطيرة والمرتبطة بانقلاب الانتقالي ونهبه لموارد الدولة واقتحامه لوزاراتها ومؤسساتها وتدخله في عملها وسيطرته على تلك المؤسسات عبر مجاميع مسلحة تابعة لهذا المجلس الحكومة أكدت رفضها الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة والسطو على الموارد العامة وأصدرت توجيهات إلى وزير المالية بإغلاق الحسابات التي قام بفتحها البنك الأهلي تحت مسمى الإدارة الذاتية للجنوب بغرض تحويل إيرادات الدولة إليها والتصرف بها من قبل قيادات الانتقال الجنوب كما قفت في تجميد السحب أو التصرف في المبالغ التي تم إيداعها في هذه العسابات وإحالة مدير عام مكتب المالية بعدا للنيابة العامة للتحقيق معه في التواطئ مع كيان غير قانوني لا يحمل أي صفة رسمية والتعميم على جميع القطاعات والمصالح الإيرادية بعدم التعامل مع المجلس الانتقالي تحت مسمى الإدارة الذاتية أو أي جهة غير رسمية أخرى توجيهات لا تخل من الصرامة لكنها لا تعد كونها صرخة في الفراغ أو مجرد تسجيل مواقف تحتاج إلى الإمكانية اللازمة لإنفاذها على الأرض بعد أن تجردت من كل أدوات القوة فيما يفترض أنها العاصمة السياسية المؤقتة لليمن بعد حرب تمت إدارتها ودعمها عسكريا وسياسيا من قبل ذات التحالف لتصبح عدم بعدها ساحة لنفوذ جديد عنوانه الانقلاب الكامل على السلطة الشرعية في عاصمتها المؤقتة لذا يبدو الأمر متيرا للشفقة بنظر المراقبين وهم يرون الحكومة وقد تجردت من أي فعل حقيقي ينهي تمرد المجلس الانتقال في عدن كما هو في سقطرة لتكتفي باللجوء إلى الرياض متطلعة إلى إجراءات من التحالف لتنفيذ بيانه الذي طالب خلاله بإلغاء إعلان الإدارة الذاتية ليضع بدعوة كهذه حدا للمدى الذي يمكن أن يذهب إليه التمرد وقد بلغ أخطر مراحله بالسطو المسلح على موارد الدولة ومؤسساتها